موسيقى موسيقى إذن إخواني أخواتي إن شاء الله سوف نقوم بدورة تكوينية من الصفر عن آلة أو عن مشروع الطباعة بالسيلسكرين أي الطباعة السيلغرافي الطباعة بالسيباغة هذه هي الآلة إخواني أخواتي آلة تأتي يعني على شكل قطع على شكل أجزاء وأنت تقوم يعني بتركيبها ويأتي معها يعني مفاتيح تساعدك على التركيب هذه الآلة في البداية سوف نرى طريقة التركيب وإن شاء الله سوف نرى من بعد سوف نرى إن شاء الله طريقة الاشتغال بهذه الآلة كما تشاهدون هذه الآلات يعني تأتي بكل أجزائها ويأتي معها كذلك إخواني أخواتي كتاب كما تشاهدون يعني يأتي معها الفلين يحميها من يعني من الانكسارات إلى غير ذلك يعني صراحة تأتي بطريقة ومنظمة إخواني أخواتي كما تشاهدون بصراحة آلة رائعة جدا واقتصادية ثمنها كما قلت لكم هذه الآلة ثمنها يساوي مئتان دولار أي ألفين درهم مغربية وهناك يعني آلة ذات صنع مغربي ثمنها رخيص جدا يساوي ألف ومئتان درهم أي مئة وعشرون دولار لكن هذه الآلة بصراحة يعني مقاصاتها يعني دقيقة جدا عكس الآلة التي تصنع في المغرب كما تشاهدون إخواني أخواتي هذا هو الكتاب فيه جميع أجزاء هذه الآلة وطريقة تركيب هذه الأجزاء مع بعضها وكذلك إخواني أخواتي كما قلت لكم يأتيوا معها يعني مفاتيح وكذلك يعني مصامير التي سوف نقوم بتركيبها هذه الآلة الرائعة آلة اقتصادية إخواني أخواتي وحجمها صغير حجمها تقريبا 50 سنتيمتر تستطيع أن تعمل بها فقط في المنزل إخواني أخواتي كما تشاهدون طريقة تركيبها كذلك إخواني أخواتي سهلة جدا وتأتي يعني بالسلوفان إخواني أخواتي آلة رائعة ومنظمة ومتقونة جدا عكس الآلات يعني دات الصنع المغربي يعني الصنع المحلي بصراحة تكون غير متقونة مثل هذه الآلة هذه هي الأجزاء إخواني أخواتي هذه الآلة بصراحة آلة رائعة نقوم بجمعها مع بعضها البعض وإن شاء الله كما قلت لكم وكما وعدت جميع الأصدقاء بأنني سوف أقوم بدورة تكوينها عن هذه الآلة وكيف تشغل بها من الصفر إذن إخواني أخواتي هذه هي علبة المفاتيح وعلبة المصامير التي سوف نقوم بتركيب هذه الآلة كما تشاهدون يعني جميع المفاتيح وجميع المصامير يعني خاصة بهذه الآلة موجودة في هذه العلبة كما تشاهدون يأتي معها يعني جميع الأشياء انظروا معي يعني ينقصك فقط جمع هذه الآلة مثل لعبة فقط تقوم بجمع الأجزاء مع بعضها ولديك كتاب تستعين به في تركيب هذه الآلة من الصفر إذا كنت يعني لديك مواهبة في جمع هذه الأشياء فسوف تأتيك فسوف يعني لا تلقى أي مشكل في طريقة الجمع هذه الآلة وإذا كنت لا تتقن هذه الأشياء فيجب استعانة بشخص أو أخ إلى غير ذلك يعني يقوم بجمع هذه الآلة سوف تقوم بجمعها فقط في مدة قصيرة إخواني أخواتي يعني لا تصل إلى أربعة عشر دقيقة أو خمسة عشر دقيقة كما تشاهدون إخواني أخوات ففي هذا الفيديو فقط سوف نرى طريقة جمع هذه الآلة وإن شاء الله كما قلت لكم في الفيديوهات المقبلة سوف نرى يعني طريقة تجهيز الكادر السيريكرافي وطريقة تخليط الجلاطين وطريقة يعني تجهيز الكادر كما قلت لكم وطريقة غسله وكم المدة الذي يستغرق في الضوء وكذلك سوف نرى كل شيء إن شاء الله إذن إخواني أخواتي نترككم مع طريقة التركيب هذه الآلة خطوة بخطوة ونلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله نرى فيه طريقة الاشتغال هذه الآلة وإن شاء الله انتظروا دورة تكوينية بالتفاصيل عن هذه الآلة الرائعة جدا آلة السيريكرافي إذا كان أحد يريد الاستثار عن هذه الآلة فلمرجل التواصل معنا إذن في التعاليق وسوف تجدون في صندوق الوصف كذلك رقم هاتفنا الخاص في الواتساب وسوف إن شاء الله نجيبه عن كل من يستفسر عن هذه الآلة مثل ثمنها وكيف تشغل بها وأين يجدوها إلى غير ذلك فهذا كله سوف تجدونه إن شاء الله في يعني في صندوق الوصف كما تشاهدون إخواني أخواتي طريقة رائعة طريقة وسهلة جدا في تركيب هذه الآلة يعني كل شيء ما تقوم فيها بصراحة إذن إخواني أخواتي نترككم كما قلت لكم مع طريقة جمعة للآلة ونزق في بيديوكم إن شاء الله ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وكذلك تفعيل جرس لكي يصلك كل جديد بخصوصة القناة قناة عالم مشاريع دائما نحاول أن نتقسم معكم يعني كل شيء مربح ولكي ينقذك من الفقر وكذلك لتعيش الحرية المالية لماذا بمشروع بسيط سوف تبدأ لكن مع الوقت سوف تتطور حتى يصبح هذا المشروع إن شاء الله مشروع ذات أرباح خيالية وممكن أن تخلق فرش الشغل ويشغل معك أشخاص آخرون في هذا المشروع لماذا إن شاء الله الفكرة تأتي فقط في الأول بالبساطة ومع الوقت تتطور هذه الفكرة فالكثير منكم طلبوا مني يعني آلة أوتوماتيكية بعوض هذه الآلة العادية فأخي إذا كنت في البداية لا أنصحك بالشراء آلة أوتوماتيكية لأن في البداية أخي ممكن أن تربح وممكن أن تخسر فإذا قمت يعني بشراء آلة أوتوماتيكية فاحتمال يعني تخسر كثير من الأموال لأن الآلة أوتوماتيكية غالية جدا يعني يعني عوض الآلة العادية اليدوية ففي البداية يعني فقط تستعين بهذه الآلة وحين يتطور المشروع وحينما تبدأ تأتيك طلبية كثيرة فحين ذاك سوف أنصحك إن شاء الله بشراء آلة أوتوماتيكية تساعدك في تسهيل يعني العملية وتسهيل وتوفير الوقت لديك إذن إن شاء الله هذه هي الفكرة الأولية أنصحك بالبداية فقط بهذه الآلة اليدوية وإن شاء الله حينما تستطور ويعطيك طلبية كثيرة وفي حين ذاك تشاري آلة أوتوماتيكية إذن إخواني إخواتي هذا هو فيديو اليوم وتمنى أن يعجبكم ولا تنسوا كما قلت لكم إخواني إخواني بدعمينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يساركم كل جديد بخصوص هذه القناة إن شاء الله ويستودعكم الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة